دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه التوسط في الأمور والاعتدال ديننا ديننا دين السماحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال منبر الثقافة منبر العلم منبر الدين في كل مكان في مصر والوطن العربي أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج هذا ديننا وفارس من فرسان السنة في مصر فضيلة الشيخ محمد سمير البنة من علماء الأظهر الشريف عشان نسعد بهذه الطلة الجميلة في موضوع الحقيقة من المواضيع الرائعة والتي يجب أن تعود إلينا مرة أخرى وهي شكر النعم فاسمحوا لنا بين شكر الجوارح وشكر القلب وأنواع الشكر نتحاور مع فضيلة العالم الجليل محمد سمير البنة أهلا وسهلا بحضرتكم أهلا بحضرتكم أهلا بحضرتك دكتور طارق ومرحبا بالسادة المشاهدين ربنا يحفظك ويبارك فيك ونود أن يعني نعود إلى شكر النعم مرة أخرى وكم أغفلنا هذا الباب الرائع الذي يعود علينا دائما بالنفع الحمد لله الحمد لله أن خلقتنا ورزقتنا وسترتنا وهديتنا وأشهد أن لا إله إلا الله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله خير من صار البوادي وخطب النوادي قرر الله ذكره بذكره على لسان كل ذاكر وشرف برسالته المنابر مرحبا بحضرتك دكتور طارق ومرحبا بالسادة المشاهدين الشكر وإستأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم الله يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدي سيدنا معاذ ابن جبل ويقول يا معاذ والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك يا الله تخيل النبي يقسم على حب أحد الصحابة هنيئا له تخيل أنت أيها المشاهد الكريم أن النبي يقسم على حبك فيقول فلا تدعن في دبر كل صلاة أم تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أكبر هذه هدية من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للصحب الكرام ولكل محمدي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد سيدي وحبيبي نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الشكر أن يخضع القلب ويعلم أن ما بك من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله نعم وأن يقر اللسان بالثناء الجميل والذكر الحسن والشكر لصاحب النعم وهو الله عز وجل نعم وأن أطبق هذا الشكر على الجوارح والجنان نعم كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم إذ كيف بي ينعم ربي علي بنعمة الصحة وأسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا ألبي إذ كيف بي ينعم علي ربي بنعمة المال وأسمع من يتوجع من شدة الجوع ومن الحاجة إلى الدواء ومن الحاجة إلى الكساء ومن الحاجة إلى عفة بناته في الحلال ولا أساعده الشكر حصن حتى لا تزول النعم أو ليتني نعماً أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأثرها فلا أشكرنك دوماً ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها فقولوا جميعاً الحمد لله على نعم الله الحمد لله على نعم الله الله أكبر شكر القلب يأتي بعده شكر القورح ولكن وما ذلنا في شكر القلب وكيف نعلم أن القلب شاكراً الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الصحابة ما أتخذ يا رسول الله أريد أن أتخذ شيئاً يكون لعون لي في حياتي ويكون طريقي إلى الجنة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لساناً ذاكراً وقلباً خاشعاً وزوجة تعينك على أمر دنياك وعلى آخرتك الحبيب المصطفى هذه المأخذات التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى نفذها بنفسي النبي يقوم من الليل حتى تتورم قدماه حتى تتفطر رجلاه فتقول له أمنا عائشة يا رسول الله أهو تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائش أفلا أكون عبداً شكوراً النبي يشكر رجل ملياردير يا دكتور طارق هذا الرجل كان إذا أراد من يعمل عنده في الحساب أن يحسب له أرباح العام كاملاً كان يستخدم الحاسوب لكثرة الأرباح عنده في يوم من الأيام أراد أن يدخل إلى المراحيب إلى الحمام أعزك الله وصانم سامعك فلما دخل وأراد أن يتبول وجد أن الماء قد حبس فيه فإذا به يتألم فخرج وعاود مرة أخرى فلم يخرج البور المرة الثالثة لم يخرج فخرج من المراحيب إلى مكتبه وجثى على ركبتيه وأمسك بالهاتف وقال لأولادي لأولاده يا أولادي أنا أتوجع واشتد علي الألم حبس فيي البول فأسرح الأولاد بأحدث سيارة إسعاف مجهزة للملياردير ثم ذهب به إلى أفضل مستشفيات المدينة كن سلطد كثرة فقال له الطبيب الأول لو وجدنا أن البرستاطة تضخم بسيط ممكن عمل أسطرة وخروج البول إن وجدناها قد وصلت إلى مراحل متقدمة في التضخم فلابد من عمل شرطة بمشرة لا تتعدى نصف صمتي قال افعل ما شئت الألم يقتلني فقام فوجد أن التضخم كبير جدا فتدخل بمشرة نصف صمتي فخرج الدم ثم خرج البول فارتاح الملياردير ثم ابتسم فجاء أولاده وشكر الطبيب وأغضقوا عليه مبلغا من المال كبير جدا فإذا به ينظر إليهم ويبكي قالوا يا أبان هل تشعر بألم ننادي على الطبيب قال والله لا أشعر بألم ولكن هذا الطبيب جاء بمشرته وجرحني وأخرج الدم ثم خرج البول فشكرتموه وأغضقتم عليه الأموال وأنا منذ سبعين سنة وأنا أدخل إلى المراحيد وأتخلص من الأذى وما شكرت ربي مرة واحدة الله الله والله أنت في نعمة أمنا عائشة تقول إذا شربت الماء بلا أذى وخرج الماء بكل الأذى فاحمد الله نعمة بسيطة جدا نعم إيه وربي هذه اليد التي تتحرك وأنت الآن تكتب بها دكتور طارق نعم وربما أنت تأكل بها وتشرب هل شكرت نعمة الله على هذه اليد نعم رجل يجلس في الحرم المكي ثم يرتكن إلى جدار ويقرأ في كتاب ربي اللهم احملنا إلى بيتك الحرام وارزقنا حجا وعمرة يا رب العالمين وارفع البلاء الذي يحول بيننا وبين الحج والعمر يا رب أنت ولي ذلك والقادر عليه فمر عليه رجل فنظر إليه قال لعله يشبه عليه فانصرف ثم عاد في الثانية فعاود النظر قال لعله يشبه عليه فجاء في الثالثة قال فأغلقت المصحف وقمت إليه وعلى صوتي عليه وقلت له أتعرفني لما تنظر إليه قال على رسلك يا أخي والله أنا مقطوع اليدين وهاتان اليدان صناعيتان وأنا أريد أن أدخل إلى الحمهم فهل لا ساعدتني قال فرق قلبي ونزل الدموع وأخذت الرجل وذهبت به إلى المراحيت فأجلسته ثم أغلقت الباب ثم ناد علي انتهيت وضئني قال فوضأت ورفعت له ملابسه فخرج الرجل مقطوع اليدين ورفع رأسه إلى السماء قال الحمد لله أخذت مني يدي ثم صخرت لي من يخدمني قال فبكيت لأن هذا المبتلى حميد ربه وأنا لم أحمد ربي على نعمة اليدين والله أنت في نعمة إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم الله المنعم الله الشكور سبحان الله نعمة البصر ونعمة السماء ونعمة العقل والتدبر الله أكبر ونعمة التحرك المخ نعم المخ الجهاز الوحيد فيه جسم الإنسان الذي لا تتجدد له خلاياه لو تجددت خلايا المخ لأصيب الإنسان بزهايمر ينسى كل شيء سبحان الله رجل يقول والله وأنا في طريقي إلى مسجد فألقيت محاضرة قبل هذه النقمة التي أصبنا بها أسأل الله أن يرفع عننا البلاء يا رب أنت ولي ذلك والقادر علي آمين نعم فيقول فوجدت رجلا وقورا عليه الوقار ثم قلت له أنت فلان فلاني قال والله لا أدري أنت كنت مديري في يوم الأيام أنت كنت مديري المدرسة اللي أنت علمت فيها يقول والله لا أدري فيقول أين بيتك حتى أوصلك إلي فيقول لا أحرف قال فخرجت به وأجلسته في سيارتي وقلت له دلني على الشارح قال والله لا أدري قال فوقفت متحيرا حتى جاء شاب من بعيد وقال للأستاذ فلاني قال له أتعرفه قال نعم يسكن بجواري قال أركب معي حتى نوصله للبيت قال فأوصلته إلى البيت ونزل ابنه ويقول له يا أبي ألم أقول لك لا تخرج منفردا من البيت قال ما مشكلته قال والله أصيب بمسح في الزاكرة خلايا المخ تجددت عنده فأصيب بالنسيان وعدم التركيز وضعف تام وضعف حد في الزاكرة نعم أنت في نعمة نعم والله الحمد لله ابن السماك يدخل على هارون الرشيد الذي بلغ ملكه من الشمال إلى الجلوب ومن المشرق إلى المغرب كان يحج عاما ويجاهد عاما كان ينظر إلى السحابة في السماء ويقول أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك إن شاء الله اشتد عليه العطش فنادى على أحد جنوده يأتني بكوب ماء فجاء له بكوب الماء فأراد أن يشرب فقال له ابن السماك على رسلك يا خليفة المسلمين اشتد بك العطش واحتجت إلى كوب الماء هذا بكم تشتريه ولم تجد في الأرض إلا هو قال أشتريه بشطر ملك نصف الملك نصف الملك قال أشرب هنيئا مريئا فلما شرب قال حبس فيك البول بكم تشتري إخراجه نعم قال بالشطر الباقي قال أشرب هنيئا مريئا وأفل لملك لا يساوي كوب ماء الله الله أيها المشاهد الكريم الله أنت في نعم نعم والله عز وجل إن أردت الزيادة فعليك بشكر النعم وسنجزي الشاكرين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرضى عن العبد الله يرضى عنك متى؟ إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليها الله أكبر وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها رواه مسلم إيه وربي كم مرة أكلت وأنت صاخت على الطعام كم مرة شربت وأنت صاخت على الشراب وغيرك لا يستطيع أن يأكل بفمه نعم إنما عن طريق حقن الجلوكوس نعم وغيرك لا يشرب من فمه إنما يشرب من مكان آخر ويأكل من جنبه أما حمدت الله شابان نعم يمشيان في مدينة طرفيهية كان يقومان في عمل البناء والتشييد فقال أحدهما للآخر بعدما انتهوا من العمل انتهي من العمل أين كنا عندما وزعت هذه الفلل وهذه السيارات الفارهة وهذه الشالهات ولم يكتبون الله في الأغنياء فلم يرد عليش في اليوم التالي قال أريد أن أذهب إلى العمل قال لا لابد أن نذهب إلى مشوار آخر قبل العمل وذهب به إلى أحد المستشفيات ودخل به على قسم يتوجع فيه المرضى ما بين من يئن وبين من أجهش في البكاء وبين من لا يجد الدواء وبين من لا يجد المال وبين من لا يجد الراحة والنوم والسكون فقال كنت تسألني بالأمس أين كنا عندما وزعت القصور والشالهات والفلات والسيارات قال نعم وأنت لم ترد عليه قال وأين كنا عندما وزعت هذه الأمراض الله أكبر الله أكبر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ بالله عليك هذا شكرت ربك هل حمدت الله عز وجل على نعمة الولد لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير غيرك ليس عنده ولد غيرك لا يجد الزوجة غيرك لا يجد السكن غيرك لا يجد الراحة وانت في نعمة هل شكرت ربك يوما عليها نعم شكر القلب وشكر الجوارح وحركت تكلمت فيها ولكن يعني من كلامي نبي صلى الله عليه وسلم وكنت حركت بتكلمني دلوقتي على حينما مر برجل وسأله فكان شاكرا ومر عليه مرة أخرى فسكت عنه النبي وأرجو أن حركت وضح لنا أنه يعني النبي كان له في هذا الموضوع موقف أحسنت العرضة والطرحة دكتور طارق سبحان الله عن أنس بن مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نعم فقال كيف أنت قال بخير وأحمد الله الله قال جعلك الله بخير النبي يدعو له نعم اللهم لتحرمنا من رؤية النبي في الدنيا صلى الله عليه وسلم ولا من جواره ولا من شفاعته في الآخرة يا رب العالمين أنا والسادة المشاهدين أمين والمسلمين أجمعين يا رب العالمين أنت ولی ذلك والقادر عليك فمر على نفس الرجل في يوم آخر قال كيف أنت قال بخير إن شكرت فسكت النبي فقال يا رسول الله كنت تسألني وتدعو لي وتقول جعلك الله بخير قال كنت أسألك فأقول كيف أنت فتقول بخير وأحمد الله وسألتك اليوم فقلت بخير إن شكرت فشككت فسكت سككت أنت في الشكر لم تشكر فسكتت أنا عن الدعاء لك لما لم يشكر سكت عن النبي سكت النبي ولم يدعو له كذلك الله عز وجل عندما ينعم علينا بنعمة قل الحمد لله يعني امرأة في بني إسرائيل كانت في نعمة وسع الله عليها أبواب الخير لم تشكر إنما كفرت وجحدت بالنعمة فإذا بها في يوم من الأيام بجوارها صبي قد غاط فأرادت أن تمسح له الأذى فوجدت كسرة خبز فمسحت له الأذى بها عن ذبره ودفنتها فعاد عليها قطاع الطرق فجعلوها قفرا لا مال عندها ولا طعام ولا شراب فاشتد عليها الجوع فكشفت عن كسرة الخبز وأكلتها حبيبنا النبي يدخل على أمنا عائشة فيجد كسرة خبز على الأرض فينفذ هذه الكسرة ويقول يا عائش أحسني جوار نعم الله أحسني جوار نعم الله فإن نعم الله تدوم بالشكر وإن ذهبت عن قوم لا تعود إليهم وحديثه واستخشوشنه فإن النعمة لا تدوم أحسنت وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قوم سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق كذلك نجزي كل كفور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور اسمح لي نعود إلى شكر اللسان بقى ولكن معنا تصالب ناخده الحجة رضا من الجيزة السلام عليكم يا دكتور طارق مرحب عليك السلام ورحمة الله وبركاته أنا أنا والله يعني بشكر قناة الصح والجمال إن هي يعني ربنا يبرك فيها وفي العاملين عليها إن هي بتجيب لنا برنامج برنامج الديني دوت عشان إحنا محتاجينه بصراحة في بيوتنا وإي أولادنا ومحتاجينه جدا وبنشكر الشيخ الشيخ طبعا منور الشاشة الله يستورك شكر الله لك وأحسن الله إليك الله يستورك والله أنت منور الشاشة يا شيخ والله ربنا يستورك وبنشكر الدكتور طارق إن هو بيعرف بناس أهل الدين بني أحتفظك يعني بصراحة ربنا يبرك فيك ويا ربه في عمرك ويبرك لنا في قناة الصح والجمال يا رب ربنا يحفظك ويبرك فيك ربنا يجبر خطرك ويبرك فيك يا حج رضا وبنشكرك وأرجو متابعة الحلقة النهاردة عشان نتعلم كيف نشكر النعم وتحياتنا لأهلنا في الجيزة كلهم ربنا يبرك في حضرتك تفضلي شكر مملكة مملكة كاملة نعم سبحان الله هذه المملكة لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كانت المرأة إذا أرادت أن تأتي بالفاكهة تحمل الزنبيل المقطف على رأسها ولا تمد يدها إنما تمشي بين الأشجار فتتصابق اغتبار على اختلاف ألوانها وأشكالها ومطعمها فتسقط فتملأ هذا الزنبيل أو المقطف نعم سبحان الله كان إذا أراد أحدهم أن يرتحل كان لا يأخذ معه لا زاد ولا ماء لا طعم ولا شراب لماذا؟ لأنه كان يقيل في قرية ويبيته وينام في أخرى كان إذا دخلها أحد الناس وفي جسده أو في ملابسه حشرات خرجت منه لأنها ليس فيها الهوام ولا الباعوض وليس فيها أي أذى لنقاء هوائها في نعمة ماذا فعلوا؟ بدلا من أن يعبد الله عز وجل عبد الشمس وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يا الله كفروا النعمة فأرسلنا عليهم سيل العرم جاء السيل فهدم سد العرب فإذا به يأخذ القرى ويأخذ البيوت ويشتت شملهم ويفرق جمعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد كانت القرية بجوار الأخرى في أمان في السير وفي أمان في المبيت وفي أمان في المقيل حتى قالوا ربنا بعد بين أسفارنا نحن عزيم مشقة نريد المشقة لا نريد النعيم لا حول ولا قوة إلا بالله فعندما لم يشكروا كان العقاب وكانت النقمة ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد فأنت في نعمة أيها المشاهد الكريم فدوم عليها دائما وأبدا وقل الحمد لله على نعم الله طيب إزاي نعود اللسان على الشكر كيف يتعود اللسان على الشكر يتعود اللسان على الشكر لأنه إذا كان هناك قلب يخشع لله عز وجل كان هناك لسان يذكر الله عز وجل يعني نبي الله موسى يقف في يوم من الأيام أمام المرآة فينظر إلى شعرة في يده شعرة فيقول الحمد لله على نعمة هذه الشعرة لك فيها نعمتان ألينت أصلها وطمست رأسها يا الله إي وربي لو كان هذا الشعر ليس له أصل لين يصبح كالشوق لو كان يطول هذا الشعر إلى ما شاء الله كان منظر الإنسان يكون قبيح صحيح ولكن نعمة من نعم الله عز وجل القنفد لا يستطيع أحد أن يلبسه وتعتبر سلاح يعني قف أنت أيها المشاهد الكريم أمام المرآة الآن إي وربي أقول لك افتح الكاميرا بتاعت التليفون اللي في ذلك آه أنت وانظر إلى شعر الرأس وشعر الحواجب وشعر الرموش ما الفرق بين السلاسة شعر الرموش يصل إلى طول بعينه ويقول الله له قف شعر الحواجب يصل إلى طول بعينه ويقول الله له قف شعر الرأس إن طال ذهبت إلى إيه إلى المقص الحلاق أحسنت أليست هذه نعمة نعم نعم الله يا أخي الحبيب دائما وأبدا قل الحمد لله على نعم الله ناخد أخونا أسامة من إسكندرية ثم نعود ونشكر معك الله على النعم معنا مكالمة من إسكندرية لأستاذ أسامة أستاذ أسامة ألو مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكلم الشيخ محمد بعد ذلك أتفضل الشيخ يا سماع شو محمد وعليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا السلام من إسكندرية يا شيخ محمد الله يسترك يا حبيبي مرحبا بأهل الأسكندرية الله يعزك شو محمد كيف نشكر الله بالنعمة الشكر يا شخص كيفية الشكر حاضر يا حبيبي شكرا أستاذ أسامة وتحياتنا لأن كلهم في إسكندرية ربنا يبريك في عمرك ويحفظك كيفية الشكر حنستاذنا حضرتك طبا وهنرجع بقى تاني لكيفية الشكر هنخرج فاصل صغير كده بسيط الله مستعد اسمحون يا عزيزي المشاهدين فاصل قصير ونرجع لكم تاني عشان نتعرف على كيفية الشكر شكر النعمة فاصل نرجع لكم دين السعادة والمحبة والجمال دين السماء أعزائي المشاهدين نرجع لكم وبرنامج هذا ديننا ولقاء مع فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد سمير البنة ولقاء عن شكر النعم فضيلة الشيخ نرجع تاني سؤال اللي كان جالينا من أخونا من أسكندرية عن كيفية الشكر الأستاذ وسامة ربنا زي خير وبارك فيه أهل الأسكندرية وأهل مصر أجمعين والسامعين يا رب العالمين سبحان الله الله يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون دعا الإنسان بين مراحل في دنيا واجب عليها أن يكون دائما وأبدا شاكرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عارض الله علي أن تكون بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما قالها النبي ثلاثا أجوع يوما وأشبع يوما فإذا جعت تدرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك الله أخوه النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته بين الصبر والشكر والصابر والشاكر من أهل الجنة فأنت معرض في الحياة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر شاكرا لله يعني أيها المشاهد الكريم نحن لا نرى سجود الشكر الآن إلا في ملاعب كرة القدم الحقيقة النادي اللي أنت بتشجعه بيفوز بيهدف بيجيب جون تجد أن اللاعب يسجد شكرا لله طب أين الشكر الآخر بالله عليك منذ متى وأنت لم تسجد لله شكرا على خبر ساقه الله إليك وكم من الأخبار الطيبة ونحن نستمع كل يوم ابنك الأول على المدرسة الأول على الصف الأول على الكلية الأول في المراحل الجامعية هل شكرت الله على هذا؟ وأننا نخرج كل يوم ثم نعود إلى البيت بسلام يعني وسط هذه التحديات أن تخرج وتعود ساليا هذه نعمة ناخد الأخت المجانة من بني سويف تسمعني ونستكمل شكرا لنعم معنا تليفون من بني سويف مرحبا الحاجة مزانة عليك السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أكلم الشيخ محمد؟ فضالي أسمعك فضالي حضرتك لو سمحت يا شيخ أنا موضوع بعيد عن الموضوع اللي حضرتك أتبتتكلم فيه شوية بس هي استشارة دينية يعني فضالي أسمعك والله أنا كان الأول والدي توفى وزعد ما والدي توفى إخوتي كان ليه أخين يعني رجلين حكموا أنه هما يبيعوا بيت الوالد بعد ما توفى أسمعك تفضالي كملي وبعدها طبعا الأخ الصغير حكم أنه هو ياخد والدتي تعيش معاه بعد ما أخذها تعيش معاه طبعا زوجته ما استحملتش والدتي وهي كان ستة كبيرة في السن تمام بعد كده أخي رح طبعا زوجته قاعدت تتكلم وحكمت أنها متعودش معاها في البيت ورمها في الشارع لا حول ولا قتيل ولا فكعة في الشارع ورمها في الشارع طبعا إحنا ثلاث رمى أم إحنا ثلاث بنات يا أم جانا يعني هو الولد أخوكي رمى الأم رمى أمه في الشارع اه رمها في الشارع امتثالة لأوامر الزوجة طرد أمه فك العرش وطرد أمه اه تمام احنا ساعة واحدة بالليل ورمها في الشارع تمام طبعا إحنا الثلاث بنات رحنا أخذنا لها أشاقة صغيرة رجد على أدها تتكن فيها يعني وتطلب من معاش والدي عادي على نفسها وأنا ما تبتهاش ولكن أنا حاسة بالزنبي أولا والدي تتوقف طب وأخوكي الكبير الأخ الكبير فيه اللي الأخ الكبير حاله على أده وكانش مكتدر إن هو ياخد والدي فيه تمام طيب طب أنت دلوقتي السؤال بين موقف الولد اللي طرد أمه وموقف موقفكم أنتكم وإحساسكم بالزنب أنتوا البنات حاسين بأنه أنتوا كنتوا سبب في الموضوع ده هو ده السؤال أنا جيت عشان أخذ والدي لا أنا جيت عشان أخذ والدي لا أنا جيت عشان أخذ والدي فطبعا زوجي حكم أن والدي ما نفعش تقعيش معايا فهل أنا كذا علي الزنب حاضر يا مجانا أجيبك إن شاء الله حاضر حاضر أبشيري حاضر والله ليس بعيدا عن موضوعنا نعم إن من الشك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نعم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه نعم وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والله لو سئلت أنا الآن ماذا تتمنى أن أرى أبي وأن أرى أمي أنت في نعمة يا من كان أبك على قيد الحياة أبو واسلة القاضي إياس عندما ماتت أمه بكى بكاء شديدا وأجهش في البكاء قيل لهما يبكيك أبو واسلة قال كان لي بابان من أبواب الجنة مفتوحان أغلق أحدهما الآن رجل يأتي من بلاد الشام يقطع الوهاد والجبال والأودية والنجاد والسهول حتى يصل فيقف بين يدي رسول الله فيقول له النبي ما الذي جاء بك يقول جئتك أريد الجهاد معك والهجرة إلى الله ولكني تركت أبوي يبكياني يا رسول الله قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما كم مرة أبكيت أباك كم مرة أبكيت أمك أمك التي لم تكن تنام حتى تراك وتطمئن عليك من ألعين أمك لا تشبع من طعام حتى تأكل أنت أمك إذا خرجت يوما ربما نامت زوجتك ربما نام أولادك وهي لا تنام حتى تعود إي وربي لا تنام حتى تعود هذا الولد الذي ترد أمه ليلا امتثالا لأمر زوجته وأرجو أنه لكون الحوار له الأن ولكل من فقد قلبه بهذا الشكل لا يدخل الجنة عاق فليفعل العاق لوالديه ما شاء أن يفعل فلن يدخل الجنة رضى الله في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين كان هناك شاب يعمل بجوار بيته وفجأ جاءه الهاتف الحق أفلان البيت يحترق فعاد إلى بيته مسرعا فوجد الجيران يقفون على الباب قال أين أمي قالوا له أمك في قلب النار في المطبخ فقالت له زوجته بناتك في حجرتهما في الحجرة المجاورة للمطبخ فالتف ببطنية وترك بناته في حجرته ثم دخل على أمه في المطبخ وهي تقول آه استرها يا رب يقول لا عليك يا أم لا نجوت إن لم تنجي يا أم ثم وضعها بين يديه وحملها تتساقط عليه الشهو تحرق شعره مرة وجلده مرة حتى فقأت له عينا وخرج سالما بأمه ودخل في غيبوبة دخل على اسرها إلى غرفة العناية المركزة فلما جلست أمه بجواره تدعو دعوة واحدة وهي تقول يا رب يا رب لا تجعلني سببا في هلاك ولدي الأطباء التقرير الطبي النجاح عشر بالمئة خلل في خلايا المخ وفي خلايا الاتزان وهي ليس لها دعوة إلا دعوة واحدة يا رب نجي ولدي فقام من غيبوبة وأفاق ووجد أمه بجواره ووجدها تبكي قال لا تبكي يا أم أنا بخير هو بخير وقد حرق جلده هو بخير وقد حرق شعره هو بخير وقد فقئت عينه فرفعت يديها إلى السماء قال له يا رب أنجاني من نار الدنيا فنجهي من نار الآخرة الله أكبر ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ومنهم دعوة الوالدان لولدهما الله أكبر كم مرة دعا عليك أبوه كم مرة دعت عليك أمه أراد أن يخرج في رحلة بحرية نهرية وأخذ زوجته وأولاده وقال يا أم هل أم معنا أمه عجوز كبر سنها زارتها الأسقام والأوجاع جلست في فراشها قالت يا ولدي أما وقد عزمت فقد فرحت أنت لم تنسني اذهب وافرح مع أولادك قال والله لن تكون للرحلة طعب إلا بوجودك يا أم حملها على كتفه بعدما قامت زوجته الصالحة وغيرت لها الملابس وخرجت وهي تضاحكها وتمش لها واستأجر قاربا وسبحان الله تلاطمت الأمواج وانقلب القارب هو الوحيد الذي يستطيع السباحة معه زوجته ومعه أولاده الزوجة تنادي يا أبا فلان أنقذني أولاده يا أبان أنقذنا وأمه لا تنادي لأنها كبر سنها وحدودب ظهرها وسقط وبيض شعرها وسقط حاجباها لا تنادي لا تريد الدنيا فترك زوجته وترك أولاده والناس ينظرون ويقولون أبيه جنون فترك كل هؤلاء وحمل أمه وخرج بها سالمة فلامه من على الشاطئ وقالوا له أم جنون أنت أتترك الأولاد وتترك الزوجة وتحمل هذه الأم الخرفاء قال هذه لا مثل لها إن ماتت الزوجة تزوجت غيرها إن مات الأولاد أعطاني له غيرهم أما إن ماتت الأم فهل من أم من غيرها لا الله أفيقو أيها المشاهد الكريم نعم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل لأختي الفضلة المجنة يعني هل عليها شيء في هذا الموقف أنها لم تستطع فلو كان النساء كمثل هذه لفضل النساء على الرجال فما التأنيث لإسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال على قلة حاجتها وعلى ضعفها وعلى ضعفها قامت لأمها هي ومعها أخواتها البنات واستأجرن شقة صغيرة وأنفقوا على أمهم هنيئا لكم أنا معانا منا من الجيزة وأنا كنت بس محتاج أن أنا نبشر أم جنة بالكلمات الطيبة دي معانا تسأل من الجيزة أم الأسازة منا السلام عليكم مرحب عليك السلام ورحمة الله إزايكم إزاي حضراتكم ربنا يبركت لكم على البرنامج دوت ربنا يبركت لكم برخات لكم يا صازي قلت عايزة أسأل فضلت الشيخ ربنا يبركت لكم أنا عاملة ورد بحمد ربنا بقول الحمد لله وبشكر الله فهي الشكر لله أنا أقول يعني أشكر ربنا وللشكر لله شكر لله ولا في حاجة تانية أنا عايزة زيب في الشكر ربنا على أي نعمة نحب ربنا أوي أوي الله وكب حاضر يا أبدا منه وإستازنك يا شيخ عايزة رقم تليفونك يا شيخ محمد حاضر توصلوا مع الكنترول وهدوك الرقم الخاص بيا إن شاء الله أو سيب رقم حضرتك وانا هكلمك إن شاء الله تفضلي تريد أن تتعلم كلمات للشكر هي تقول الشكر الحمد لله والشكر الله دائما هل هناك كلمات يستطيع المرء أن يتقرب إلى الله شكرا على النعمة والله عرفت فشكرت يعني نبي الله داود كيف أشكرك يا رب وشكري لك نعمة الله أدر قال أما قد عرفت فقد شكرتني نعم يا الله يعني الإمام أحمد في كتابه الزهر والرقائق يقول نبي الله داود يقول لو أن لي بكل شعرة لسانين يذكران ويشكران ما وفيت الله شكر نعمة من نعمه عليك الله أدر فأنا أم منا تقول الآن أنا أحب الله هنيئا لك والله هنيئا لك أنت تحبين الله فسترزقين النظر إلى وجه الله نعم للذين أحسن الحسن وزيادة وسترزقين جوار الحبيب في الجنة اللهم ارزقنا جوار النبي وارزقنا شفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي عرفنا بالله نعم يا سبحان الله النبي عندما يقول إذا جاء وقت الصحر تنزل الله تنزلا يليق بكماله وجماله لا كما دار ببالي وبباله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه بالله عليك أخي الحبيب هل استشعرت هل استشعرت قرب الله منك هل عندما تقول يا رب تدعى القلبك وأذنيك تسمعان أن الله يقول لبيك عبدي لبيك وسعديك أما شكرت ربك على نعمة عندما تأتي إلى نومك باسمك اللهم وضعت جنبي وبإذنك أرفعه فإن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك اللهم أموت وأحيى هل استشعرت هذه النعمة عندما تقوم فإذا قمت فذكرت الله انحلت عقد من عقد الشيطان فإذا توضأت انحلت الثانية فإذا صليت انحلت الثلاث فأصبحت طيبا نفسي نشيطا وإلا أصبحت خبيثا نفسي كسلانا هل شكرت ربك دائما وقلت الحمد لله وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيد منكم واحد يقول الآن في نفسي يا عم الشيخ دا العملية يمضنك معي دا الأولاد مش عارف أصرف عليهم علي ديون أما شكرت نعمة الله على نعمة الصحة هناك غيرك لا يستطيع الحراك هناك غيرك لا يستطيع المشي هناك غيرك لا يستطيع أن يرى هناك غيرك لا يستطيع السماع يمرون على رجل ذهب بصره وأصيب بشلل وإذا به يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل فدنى رجل من الصالحين منه وقال بما فضلك يا رجل وأنت قد كف البصر وشلت الأركان لا تستطيع الحراك فقال الحمد لله أن جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا يا الله هناك من لا يصبر هناك من يكفر بنعم الله في أول ابتلاء عن أبي يحيى صهيب بن السنان الرومي قال الحبيب النبي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له هل شكرت الله على نعمة السراء هل شكرت الله على نعمة الضراء كيف نؤكد على شكر شكر النعم في الرخاء وإن صلبت هل هناك شكر يا سبحان الله رجل أغضق الله عليه من الأموال وجب عليه أن يشكر بإخراجها وإخراج زكاتها والنفق على الفقراء والأرامل واليتامى والمساكين من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم امرأة تجلس ليس أمامها إلا رغيف خبز طرق عليها الباب من؟ سائل لم يذوق ذواقا منذ ثلاثة أيام فحملت هذا الرغيف وأعطته لهذا السائل على جوعها وعلى حاجتها الله وقالت يا رب بحق هذه الصدقة فرج عن ولد الذي أسر في بلاد الروم الله أكبر ولدها تمر الليل وتأتي الثانية فطرق عليها الباب بليل قالت والله هذه طرقة ولدي الذي لم أره منذ سنين مرحبا بك يا ولدي مرحبا بك يا نور العين مرحبا بك يا ثمرة الفؤاد مرحبا بك يا قطعة من جسدي أطلق أسار المسلمين أو أطلق الأسار جميعا قال إلا أنا يا أم قالت له كيف ذلك قال بينما أنا في السلاسل والأغلال فكت فأعادوها ففكت فأعادوها ففكت فذهب بي إلى أسقف لهم فقال لي الأسقف اللي هو عالم ديني فقال لي ألك أم قال إي ورب لي أم قال أنت بار بها قال أنا بار بها قال اذهب فالحق بها لعلها دعت لك الله الله شكر النعم صاحب المال ينفق من المال صاحب الصحة يساعد المحتاج صاحب اللسان يصاحب عديم الكلام صاحب المنصب يصاحب الضعيف صاحب المكان في المجتمع ينصر المظلوم حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قبر فإذا به ينظر إليه ثم يدير وجهه قال الصحبة لما أدرت وجهك يا رسول الله قال صاحب القبر هذا كان نصيبه أن يضرب مئة جلبه فظل يستغيث ويدعو حتى خففت عليه فضرب ضربة واحدة فاشتعل عليه القبر نارا بضربة واحدة من مئة عفي عن تسعة وتسعين ضربة وضرب واحدة فاشتعل عليه القبر نارا قالوا لما يا رسول الله قال مر على مظلوم وكان يستطيع أن ينصره فلم ينصره الله فما ذلك بالظالم الله اسمح لي ففضل الشيخ نخد أقتنا أم زياد على التليفون مرحبا معنا تسال أم زياد سلام عليكم مرحبا عليك السلام ورحمة الله وبركاته برسلسة عني فأنا في الشيخ فضل عادي حكم الصدقة بدون علم الزوج حكم إيه حكم الصدقة بدون علم الزوج الصدقة بدون علم الزوج تمام طيب حاضري حاجة مزياد حاضر هل يجوز أن تتصدق من مال زوجها دون علمه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهبت إليه هند بنت عتبة وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أريد أن أكل أنا وأولادي قال خذي أنت ما يكفيك أنت وأولادك بحق أما أن أخذ من مال الزوج دون علمه وأتصدق خارج البيت فهذا لا يجوز إلا بعلم الزوج أما إن كان بخيلا علي وعلى أولاده فيجوز أن أخذ دون علمه فآكل أنا وأولادي وأكسو نفسي أنا وأولادي والاحتياجات الخاصة بي أنا وأولادي أما أن أخذ من مال زوجي وأخرجها إلى الفقراء والأرامل واليتام والمساكين والمرضى لابد من علم الزوج نعم أنا الحقيقة في نهاية هذا اللقاء والوقت بيمر محرك بسرعة وكنا يعني مستمتعين بشكر نعم من حضرتك أسأل الله عزيزي من وجه عنا دائما من الشكرين فضيلة العالم الجليل الشيخ محمد سمير البنة كنت ضيف غالي علينا ووعد من حضرتك لنا إن شاء الله بلقاءات ولقاءات في هذا البنامج الطيب أما عنكم أيها السادة فبنشكركم لطيب المتابعة وعد باللقاء آخر قريبا إن شاء الله برنامج هذا ديننا على هذه القناة الطيبة حتى نلقاكم نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين السعادة والمحبة دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصوت في الأمور والاعتدال ديننا ديننا دين السماحة